فقدّل قلبي أنا وشيفة يا سيد حاجة توفيق؟ آه محسوبك المعلم توفيق أقمر الأمر لله مش إنت أبو الدكتور أحمد ومحمد؟ مم؟ أيوه أنا أبوهم إيه خير؟ حصل لهم حاجة؟ لا ما حصل لهمش حاجة بس هيحصل لهم بإذن الله لو ما يبتليش حاجة الله 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 طب الهداوة مش كده أبو حقك ده إيه يا سيد المعلمين؟ قول لي إيه العبارة بس من الأول بالراحة كده العبارة بالمقتصر المفيد إن ولادك نصبوا علي في مبلغ كبير وزي ما أنت شايف كده العربية ديت محملة رجالة بشون بسينك فلوسي ترجع الرجالة تيمشي فلوسي ما ترجعش هي الرجالة هتكسر محلتك وعيالك واتكسر عظمك إنت كمان إيه قولك باب؟ لا 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 ليه؟ ليه كده سيد المعلمين؟ ليه الدخلة واللبش دي؟ لو ليك حق واجب تاخده ما نتفاهم بالراحة كده؟ ملوش لزوم الرجالة والشوم والتكسير والسكتين فلوسك كم بالزبط؟ تلات تلاف جنيه بتقول كم؟ في الحقيقة أنا مقدرش أكلم وزير التربية والتعليم في الحكاية دي لأن منع إقامة أي معارض هو قرار أمني وأكيد صادر من أعلى سلطة في الاتحاد الاشتراكي تمام سعدك بس اسمح لي على حسب معلوماتي لقليلة جداً إن السلطة العليا للاتحاد الاشتراكي إماها جداً إن الجماعات يصافوا الشيعين؟ لا 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 إنت فاهم غلط خالص إحنا مش عايزين حد يصفي حد إحنا عايزين كل واحد يعبر عن نفسه بكل حرية ويعمل اللي هو عاوزه بس بدون دم وبدون مجازر أنا كنت فاهم غير كده خالص فاهم غلط فاهم؟ أكيد واللي انت مش فاهمه كمان فيه اتجاه دلوقتي لإنشاء منابر جوه للاتحاد الاشتراكي المنابر دي هتعبر عن كل الطيارات السياسية منابر بمعنى إيه ساعتك مش فاهم؟ بعدين هفاهمك اللي عايزك تعرفه دلوقتي مش حقدر أكلم وزير التعليم وبالنسبة للجمارج مليش سلطة عليهم مش حقدر أعملك حاجة يا فاندب أنا مش عايز حضرك تعمل لي أي حاجة العفو أنا عايز حضرتك تعمل نهناء بنتك أموما هكلمهم يا سيدي وأوصيهم بس هتدفعوا جمارك هتدفعوا جمارك ما يقدروش يعفوكو لكن ممكن يرعوكو قول لي انتو جابين حاجات كتير قوي؟ نا مش كتير ومش قلي أنا هكلمهم وأوصيهم زي ما قلتلك وهديك كارت كمان طبنا أحفظك يا فاندب يمكن يساعد العفو يا فاندب طبعا هيساعد العفو بس ما قلتش حضرتك المنابر عبارة عني موسيقى سلام عليكم عليكم السلام ومحمد رسول الله يا بركاته عالج محي طب تنصب عالناس يا أحمد؟ لا عاشه ولا كان اللي يقول كده يا حج لا عاشه وكان يا دكتور وجالك عشان ياخد حقه كمان وما رفين سميحة ما تخافش معرفتش حاجة ولوس الراجل فين يا أحمد؟ موجودة موجودة يا حج ولما هي موجودة ما رجعتهاش ليه قالت علي حق لي يا دكتور احنا ما بناكلش حقه حد انا قلت لهم يا أحمد على اللي حصل بالزبط قال لي انكم تحكتوا عليها حتى خضر لا 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 خضر ما تحكش عليك ولا عمل حاجة احنا اللي محقوقين بس انت برضو يعني كنت محبكها مع محمد قوي فيها ايه لما تستنى على فلوسك ما احنا بنستنى على البقالين لما نديهم بضعتهم علىك فيها ايه لما تستنى انت كمان يا سلام يا أخي فلوسه هو حر فيها يستنى ما يستناش شيء ما يخصكش كلامك مظبوط يا حج اللي يخصنا دلوقتي يا أحمد الراجل ده ياخد فلوسه ويمشي من هنا مرضي الراجل ده عمل لنا خاطر وكبرنا ومشى الرجال اللي كان جايبهم عشان يكسروك ويكسروني ويكسروني المحل لازم نشترب خاطره ونرجع له فلوسه ده ايه بتختص يا سيد دكتور فلوسه ترجع قبله ما النهار يطلع فاهب ولا لا حاضر فاهب بس ممكن يعني بعد النهار ما يطلع خلاص يبقى يبات معانا للصبح يبقى يبات فين بس يا حج في اي حتة يا محمد لا لا يبات فين لا مفيش داع للبيئات انا هجيبلي فلوسه النهاردة دلوقتي استغفر الله العظيم يا رب طب لما هي الفلوس موجودة مدت هاشن الراجل ليه؟ معلش انا هفاهمك بعدين يا حج فين فتحي ونت هاز فتحي فيه يا اوات ماردوناش نقول لي فتحي عشان مراتو ما تعرفش تعملينها فضيحة خير ما فعلت ماشي يا حج اموحي انا هديك فلوسك دلوقتي بس مش هدقى لك بالمصري هدقى لك ريالات ريالات؟ هو الدكتور بيتاجر في العملة ولا ايه؟ ايه ده؟ هي العملة كمان بيتاجروا فيها؟ امو قالي حج وهتجيب الريالات دي من هنا يا سيد دكتور بعدين يا حج هقولك بعدين هنزنوكم هنزنوكم تباع授ه لكن صميحة سميحة 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 هم تلك الحرب؟ اتكيت ولا ماكيتش؟ فين ريالات اللي كانت في الدولاد؟ انت بتكلمني كده لي يا عمد؟ يا ستي فين الفلوس؟ اخصى عليك، دي طريقة اتكلم بيها مراتب الفلوس هنا هنا فين؟ انا شايلها تحت المرتبة عشان ما تتندرش هنا ولا هنا ما عليش سامحين اتخضيتها ما ما لاتهاش في الدولابة انت ايه الحكاية؟ انا دخلت وولعت النور وقفلت الباب وفتحت الدولاب وانت ما سحديش فيه مش عارفة ملي يا عمد بقيت انام كتير اول يومين دول تب قوم يا سامح خلينا جيب الفلوس من تحت المرتبة؟ دلوقتي؟ ايوا دلوقتي يا ستي طبقا حاضر بس الخمس تلاف ريال دول ما يعملوش تلات تلاف جنيه يا دكتور ما عليش يشوف الفرقة دي ايه وبعتهم لكل اسبوع اللي جاي حاجة طبعا مش اللي حسابه بحساب البنك هلاش منعره بقى الله يكرمك منعره يا دكتور ده انا بغدمك انت لو حسبتون بالسعر اللي برا البنك هيفرقه كتير قاوي قاوي تفرق فيه؟ تفرق كتير يا دكتور سعر البنك يقلم السعر اللي برا يجي خمسة ساعة وساعات سابعة ساعة اضرب بقى سابعة ساعة في خمس تلاف جنيه شوف تفرق معاك قديك انت بتتكلم بجد هي الحاجات دي فيه اهزار يا دكتور طباب الله 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 دي بقى ايه شاقة بجد يا حابشي ايه شاقة بجد دي؟ ولا كنت عايش في عشي تفرق قبل كده ولا ايه؟ يا جادع مش قاضي بهزر معاك وصفرة كمان ما شاء الله دي جديدة دي ولا مستعملة يا حابشي؟ ملي جبهالك؟ اقولك ملي جبهالك بس ما تجيب سينا لحد ما تقولي يا جادع فيه ايه؟ انا اللي جبتها فيه يا حابشي ما طبيع انت تجيب عفشك عيبة والله حرام يعني انت تجيب عفشك؟ لا بس اه عرف الجواز يعني بقولش كده؟ عرف؟ عرف ايه يا حابشي؟ اه يعني الاسفات حي عرف الجواز يعني اللي ليك واللي عليك؟ عرف الجواز اللي بحصل في الجواز يعني؟ اه ما ده حسب الاتفاق؟ اقول متعارف عليه يعني عندنا في العيلة ان العروسة بتجيب المطبخ ومرزماته والنجف والسجاد ايه بابا انا طلعت العروسة اجيبت الحاجات دي كلها برضو ما تلاقيك مش داف عمار؟ ولا عايزنا اجاوزك واختي واجيب لك النجف والسجاد كمان ودفعت مهرك كمان برضو دفعت مهرك؟ دي مين يا حابشي يا حاببا اخذ؟ اللي ابوك عام الحاجة يعني انت اصدق النبوي هدرب الفلوس في جيبه؟ لا والله العظيم ما اصدق كده انت هتصيح له قال لي ايه؟ لا ده انا ما استدقت عم التوفيق ووافق انه يجاوزني بنته حرام عليك ما تباص ايه رأيك في الالوان دي هوا؟ الرجل كان عايز يعملي بلتكانات هنا فلا اكبرت له بتوعني دماغي تنمو حاجات كده يعني لا بسم الله ما شاء الله مين الصناع الى يشتغل عندك؟ اه قصط الشوطر قوي بعطولي لنقصط رجب الموعال لا شغل عنبه صح؟ اه عنبه subscribe انا عايز يعمل لي تكعيبة فوق طول لا مفيش دعا عارف ان الرجل ده مجاملك اوه حبشي بعتلك احسن صناعة عنده اه طبعا ام جامني مع انه ما يعرفنيش في عرفنا انا يا جدع عارف انه يعرف اكواس قوي وفيه بينكم وبن بعض عيش ومالح واكتر من عيش ومالح الرجل ده هو الى مربينا طب يا اخي تالما مربيك وفيه بينكم وبن بعض عيش ومالح ومجاملك فيا روح اسأل عليه والله انسيت يا حبشي دماغ مقلوبة اليومين دور أم عزور إذا كنت مسافر و ناسي إن أختك مديحة هتتجوز يبقى حتفتكر إنك تروح تزور الحج رغب الموان لا إن شاء الله روح أزوره ده أنا وحتى لأنا أجل صفري واحضر فرحك أنت ومديحة ها ربنا إيه دي بدرية